لطالما كان الشغف والطموح حاجس لكثير من الشباب والشبات السعوديين في هذا الوطن العظيم في هذا الوطن المعطاع لدينا اليوم نماذج كثيرة من الشباب الطموح لديهم رؤية يسعون خلفها لتحقيقها ورؤية نتائجها على أرض الواقع طموحي أني أنا أحقق حلمي بأنني أنا أكون لي بصمة في المجتمع وبصمة معمارية يعني حيكون بالنسبة لشي مرة كبيرة ما في شي أجمل مني أنا أشوف يعني مثلا شفت أنا المخططات وراجعتها وخلصتها بعد كده أشوفها منفذة على الطبيعة يعني جيت ما كانت موجودة هذه المباني وبعدها نشوفها خطبة وخطبة هذا الصراحة كان جدا رائع وجدا مفيد لي يعني من ناحية خبرتي والناحية اللي أنا تعلمته وكانت استفادة يعني رائع علي المهندسة السعودية مريم العصم بدأت رحلتها بعد تخرجها في إحدى الجامعات السعودية حتى أصبحت تتولى مهام ضبط الجودة والإشراف على المباني في محطة رفع وتصريف الأمطار في جدة التابعة لأمانة المحافظة ضبط الجودة هي عبارة عن أنشطة وجهود نقوم بها عشان نتأكد من جودة كل شيء خص المشروع نبدأ فيها بالموردين للمشروع بالمواد الموردة للمشروع والأعمال القائمة في المشروع لا بد أن يكون لكل إنسان طموح ورؤية يعمل من أجلها ليرى نتائجها ويذوق طعم النجاح وتحقيق الأهداف لقناة الإخبارية عبد الرحمن الخريد جدة